أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن أزيد من 80% من اليابانيين يعارضون استضافة توكيو دورة ألعاب الأولمبية الصيفية المؤجلة من صيف 2020 إلى الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا وذلك قبل أقل من 10 أسابيع على موعد انطلاقها وفضل 43% من المستجوبين إلغاء الألعاب فيما يقف 40% مع قرار التأجيل ويأتي استطلاع الرأي بعد تمديد اليابان لحالة الطوارئ في ظل مواجهتها للموجة الرابعة من الفيروس الذي أدى إلى ارتفاع في الحالات وإلى ضغوط أكبر على المنظومة الصحية في البلاد ويرى المنظمون الأولمبيون أن إجراءات قاسية للحماية من تفشي الفيروس بينها اختبارات منتظمة للرياضيين وحضر الجماهير الأجنبية ستؤدي إلى إقامة ألعاب آمنة شكرا للمشاهدة